الحقيقة كلام كابتن ميدو كلام الحقيقة من أتوقف عنده كثيرا لأن كابتن محمد مصلحي الحقيقة بيقدر وبيقدس العمل وبيقدس التمرين والراجل الحقيقة عاد في حجم التحديات اللي عليه وحجم المسئوليات اللي عليه ونفس الكلام أكده معنا محمد معاوض الليبرو الفريق قال لنا في تصريحات خاصة لبرنامج الأبطال قال لنا إحنا لعبة محترفة نقدر طموحات جمهوري نادي الأهلي وعارفيني نادي الأهلي عايز مننا إيه نادي الأهلي في مطلع هذا العام فاز بالبطولة العربية ومعاوض بيوعد جمهوري نادي الأهلي إن شاء الله بالحفاظ على الدوري والكأس للموسم الثالث على التوالي ونحط تحتها ميت خط الحقيقة معاوض كلامه أيضا إنه هو الفرقة جاهزة الحمد لله ما عندناش إصابات والحقيقة الروح المعنوية العالية سواء للجهاز الفني أو اللعبين الحقيقة بتخلينا إحنا نفسنا متحمسين جدا لعودة المباريات ونحنا نشوفهم في الملعب التاني بيتقلقوا وزي ما بيقولوا الطائرة طائرة النادي الأهلي بتطير في حتة تانية خلص خلينا نروح لجدول نشوف ترتيب الفرق طبعا قبل التوقف كان شكله إيه طبعا الجدول هنشوف فيه حاجات معينة ومحتاج أعلق عليه بس عشان الناس يعني تفهم معانا إيه المباريات الفضلة أو إيه دنيا ماشية إزاي طبعا الجدول هو طبعا ظاهر على الشاشة من 8 خنات وهو ليه تكملة ل12 خنات بس احنا هنتكلم عن أمور معينة طبعا بيعتلي الترتيب طبعا نادي طلاق الجيش ولكن نادي طلاق الجيش لعب 16 مباراة لو خدتوا حبيل حضراتكم في الجدول الأولاني 16 مباراة ليه 40 نقطة النادي الأهلي لعب 14 مباراة ليه 39 نقطة يعني ليه مباراتين مؤجلتين ودون اللي كان كابتل محمد مصالحي قال عليهم أنه أول مباراتين هلعبهم هم مباراتين التوقف نتيجة أو مباراتين المؤجلتين نتيجة التوقف أثناء البطولة العربية نادي الزمالك بييجي في المركز الثالث لعب 15 مباراة 38 نقطة طبعا في المركز الرابع سموحة 38 نقطة عندنا الطيران 25 نقطة الاتحاد السكندري 25 نقطة طبعا زي ما حضراتكم شايفين يمكن فيه تفاوت كبير فيه الزي ما بيقولوا تفاوت في عدد النقاط ولكن خلينا أقول لحضراتكم حاجة أنه فيه أمر مهم جدا في المركز العاشر 11 الشمس وبترجيت أنا بس عايز أعلق على حاجة عشان الناس تفهم معنا نادي الشمس عنده 10 نقاط وجاي في المركز العاشر نادي بترجيت عنده 11 نقطة بالرغم أنه أزيد من نادي الشمس ولكن هو جاي تحته في الترتيب ليه؟ لأن نادي الشمس فاز في عدد مباريات أكثر من نادي نادي الشمس النفاس في عدد مباريات أكثر من نادي بترجيت فاتحاد اليد واتحاد الطائران آسف ولايحته اللي بيفوز أكثر حتى لو فيه تفاوت في النقاط بيعتلي جدول الترتيب كل الاحترام والتقدير طبعا لفريقنا والكابتن محمد مسلح ميد ونتمنى كل التوفيق طبعا إن شاء الله بعد العودة أربع مباريات في أسبوع لو ده عالي جدا والحقيقة إحنا فيه مجهود بيبزل إن شاء الله أن نحن نحاول بقدر مستطاع طبعا على حسب خريطة البرامج والأمور دي نحن نقدر نزيع أي مباراة من هذه على شاشة قناة النادي الأهلي فيه مجهود بيبزل طبعا ما ننكرش ده وإن شاء الله يعني تكون على قد وطموحات وعلى قدر وطموحات جماهير النادي الأهلي أكيد إن شاء الله خلينا روح مع حضراتكم كمان على جدول يعني موضحين فيه مواعيد المباريات عشان كابتن محمد مسلحي قال إن فيه أربع مورات في أسبوع هنوضح لحضراتكم الجدول بيقول إبزل الجمعة يوم واحد وعشرين أغسطس هيكون أول مباراة وهتكون ضد الطيران على ملعب النادي الأهلي أو صالة الأمير عبدالله الفيصل يوم لتنين أربعة وعشرين أغسطس الجدول مع حضراتكم على الشاشة هو المباراة التانية أربعة وعشرين وأغسطس يعني بفاصل يومين اتنين وعشرين تاتة وعشرين أربعة وعشرين مباراة مؤجلة أيضا ضد نادي بتروجيت الساعة السادسة أهل الجزيرة أو صالة الأمير عبدالله الفيصل طبعا الجمعة تمانية وعشرين بفاصل تلات أيام خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ييجي مباراة سموحة في اسكندرية يعني أنت هتسافر في تاني يوم وتلعب في رابع يوم مجهود كبير جدا الاتنين واحد وثلاثين أغسطس هيليوبلس في أهل الجزيرة يوم الجمعة أربعة سبتمبر الساعة تمانية مع سبورتين في سبورتين في اسكندرية شايفين التردد في المباريات اسكندرية القاهرة اسكندرية الاتنين سبعة سبتمبر الساعة الجولة التاسعة هيبقى الساعة ستة أيضا في أهل الجزيرة الجمعة 11 سبتمبر الجولة العشرة مع نادي طلاقع الجيش الساعة السادسة مع أهل الجزيرة ويكون المباراة الأخيرة المباراة أو الجولة الحادية عشر مع نادي الزمالك ولم يحدد موعدها بعد